سورة الكهف مكيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لأنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أسحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إذا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فطربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نخص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء كوما اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته من رحمته ويحيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيكاظا وهم رقود وتحسبهم أيكاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ضراعيه بالوسيد لبطلات عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا عليهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليطلتف برزق منه وليطلتف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعذ الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناذعون بينهم أمرهم فقالوا بنوه عليهم بنيانا وربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على ربهم ليتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنون كلبهم كن ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكن ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هباه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تهتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبثون ثيابا خطرا من صندس واستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة منتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابر أكفرت بالذي خلطك من تراب ثم من نتفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا طل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جندك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفك فيها وهي خامية على ما أنفك فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثبابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتلب به نبات الأرض فأصبح حشيما تظنوه الريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم معدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه زريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ مضلين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ ياءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومردنين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آيات وما أنزر هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آدانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي هوتهما فاتخذ صبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ صبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصفر على ما لم تهت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولأعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تآقذني بما نسيت ولا تلهقني من أمني عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألزب عن شيء بعدها فلا تصاحبني وقد بلقت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فعقامه قال لو شئت لتغست عليه أجرا قال هذا فراغ بيني وبينك سأنبئك بتأبيل ما لم تستع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن ينهيقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأكرب رهما وأما اللدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأبيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذكرين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغذب في عين حمى حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا زل قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تثلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني الزبر الحديد حتى إذا سابا بين السدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفغ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الضوص نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا كن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا